السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني واخواتي بالله أحباب بالله موضوع هذه الحلقة عن الصلوات المفروضة فقط تصلى بالمسجد وعدم صلاة النافلة بالمسجد يجب أن تصلوها في البيوت وإثبات ذلك كله من القرآن الكريم إخواني بالله الناس هالسا بتلاقيهم بيصلوا صلواتهم أكثرية الصلوات في المسجد وبيجعل بيوتهم مهجورة لا بيعبد الله فيها بتلاقهم على التلفزيون ومسلسلات وعلى التسالي وعلى المعزايم وشمات الهوى والمقابلات وبيتهم قريل مع أن الأصول الواحد يصلي صلاة النافلة في البيت مشان الأطفال الأصغار الولاد يتربوا وينشئوا ويترعرعوا على رؤية أبوهم بصلي في الصلاة مشان يتعلموا الصلاة بس لما يظلوا قاعدة في المسجد بصلي كل الصلاوات في المسجد ويجب أن يتعلموا الصلاة فالإنسان لازم إيش يصلي النافلة في البيت ونفرق بين الفرض والسنة في ناس حطوا السنن خلاهم زي الفرائض يا حبيبي القرآن اللي الله الصلاوات الخمسة اللي فرضها علينا فرض هي بس الفرض باقي السنن المؤكدين والنافلة هي سنن فاللي بصليها بأخذ أي سرع متقربين الله سبحانه وتعالى أنا ما بصليها بأخذش إثم بس صلاة الفرض مفوضة عن كل مسلم كل من قال أشهد أن لا إله سمع الله صلى الله لابد أن نصليها في المساجد إذا سمع النداء مش مساء صلاة جمعة روح صلي في المسجد لا كل الصلاوات الخمسة وعلى الحكومات وعلى المؤسسات والدواء الحكومية وغير الحكومية ماتما أتى وقت الصلاة أنه قام الصلاة في المساجد شكرا لكم على الصلاة اللي حال فخلنا نجع القرآن الكريم ونبلشها لأحباب الله بالبراهين والدلائل بصورة البقرة آية 238 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يعني يجع المحافظة على الصلاوات الخمسة وخاصة للصلاة الوسطى كثير من الناس ونسبقوا الصلاة الوسطى هي العصر ونسبقوا للفجر ونسبقوا للعشاء أنا بالنسبة لي كل الصلاوات هي الصلاة الوسطى حافظوا على الصلاوات يعني كيف الواحد أماني أمنها رب العالمين إنه خمس صلاوات لصليها نجب أن نحافظ عليها والصلاة الوسطى أن لما صلي أحافظ على الخمسة أنا أكون محافظة على الصلاة الوسطى مهما كان الصلاة الوسطى فجر العصر الظهر المغرب العشاء أنا أكون محافظة عليها سورة النساء آية 130 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاتكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اتمننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا يعني الصلاة إلى كتاب موقوط ووقيت معين ما بسير الواحد يصلي صلاة بغير وقتها السعب لي جاء على سورة المعدة 91 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يرد الشيطان وأن يوقع بينكم الأعداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعلى الصلاة فهل أنتم منتهون يعني ويبيع الواحد مشتر من الخمر والميسر في المنجد ولا في بيته أو في أماكن الله يعني بقول لك إنما يرد الشيطان يوقع بينكم الأعداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعلى الصلاة فهل أنتم منتهون فالواحد المصلي لازم يصلي السورة في بيته والفرائد في المساجد بسرعة التوبة أي 18 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سرعة التوبة أي 18 إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني اللي بعمروا مساجد الله هم اللي بآمنوا بالله واليوم الآخر وقيم الصلاة فيها الصلاة المفروضة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين السرطان على المنافقين بسرطة التوبية 54 قال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم لفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وأنقسانا ولا ينفقون إلا وأنقالهون السحي هل يأتي الصلاة قدام المسلمين كسالة وهذا منافق لا هو في بيته ما يصلي إلا كسالة قدام المسلمين بيعمل حاله أحسن المسلمين بفضل الصلاة بطول فيها وبيعمل حاله من الخاشعين وهو لا يدخل في قلبي ذرة من الإيمان سورة سورة آية 87 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأحينا إلى موسى وأخيها أن تبوا لقومكم المصر بيوتا وأجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين يعني الله سبحانه وتعالى أبحى إلى موسى وأخيه سيدنا هارون أن تبوا لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين يعني لازم يصلوا في البيوت تبعينهم أغمني صعي سورة مريم آية 55 قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضية هذا سيدنا إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضية بقولها خاله سيدنا إسماعيل بس سورة طه 132 قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واسطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقها والعاقبة للتقوى طيب أنا كيف أريد أن أمر أهلي بالصلاة عندي أولاية أطفال عمرهم عشر سنوات ثمان سنوات سبع سنوات وزوجتي موجودة في البيت أمرها بالصلاة نصلي في البيت أولادي ما أمرهم بالصلاة هم أطفال بعلمهم هم سبعة وبعاقبهم عليها وعلى تركهم عشرة وبدأهم سأخذهم على المساجد من شاء نتعود على صلاة إيش؟ صلاة الفرض والعاقبة للتقوى يعني لا تدور لا نسمعك رزقا يعني لا تدور على الرزق الله سبحانه وتعالى من رزقك صورة النور 37 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة صلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصال فظلوا رجال تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هو إقامة الصلاة وإن إقامة الصلاة لأن الرجال يقولون بتاجدوا وببيعوا يقولون أخذوا أنا ما بتنهيهم لا تجارتهم ولا بيعهم عند ذكر الله وإقامة الصلاة طب وإن إقامة الصلاة وين؟ في محله ولا تجارته لا؟ في المسجد هذه الفرائض وإيطاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه قلوب والأبصال صوت الأحزاب 33 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأعتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم ورسة أهل البيت وطعهركم تطهيرا يعني للنساء أسواج الرسول عليه الصلاة والسلام وبناتوا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأعتينا الزكاة وطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم ورسة أهل البيت وطعهركم تطهيرا صورة الجمعة آية عشرة قال تعالى فإذا قذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله واتقول الله كثيرا لعلكم تفلحون بس تلقى فصلاة الجمعة انتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله عن روح تجارتكم أعمالكم واشغالكم واتقول الله كثيرا لعلكم تفلحون هسا صورة الإسراء 79 مش أنا أرجيكم ذلائل إبراهيم إنه الصلاة الأصول صليها الواحد وليس في الملجد هسا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة السنة والفرد في بيته لأنه بيته هو المجد من بيتي إلى منبري هذا مسجد روضة من رياض الجنة يعني مجد فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مقيم في المجد عشان أنه كان يصلي الفرد والسنة مع الناس يعني السنة كان يصليها في البيت في الغرف وعندما يصلي الفرد وين يصلي مع المسلمين وتليل على ذلك لما في رمضان راح صلى التلويح ثمن ركعات صلاه أول يوم اجتمعوا عليه بعض المسلمين ثالث يوم زاد المسلمين ثالث يوم تحب المسجد بطل يصليها في المسجد سألوا ليش يا رسول الله كنت يعمل شيء بطل حكا حسن خشيتوا أن يكتبوا الله عليكم إذن الصلاة النافرة وابدكو في البيت هسا صورة الإصلاة 79 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافرة لك عسى أن يبعثك ربك وقاما محمودا طب هسا تهجد الليل صلاة قيام الليل ويبسوا يا الواحد في المسجدون في البيت وهي أفضل الصلاة ليش لأنه يصلي ما بنام الليل والصلاة يعني بس يصحى من النوم بصلي والناس لأيام فأفضل الصلاة يتهجد في الليل عشان هيك الله سبحانه وتعالى وعى سيدنا محمد يوم البعث أن يبعثه المقام المحمود اللي هو الشفاء فأي واحد بصلي صلاة الليل الله سبحانه وتعالى رايح يبعثه المقام المحمود بس في الزي مقام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أقل وعطيه الشفاء فأحباب بالله صلاة النافرة في البيت الساعة هنا بصوة المجزمن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معاك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تعصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يمتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدمون أنفسكم من خلال تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور ورحيم واستغفر الله العظيم واتوب إليه السعوال الآية يقول يا محمد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل يعني ليل 12 ساعة ثلثي ليل 8 ساعات يقول يعني 7 ساعات ونصفه يعني 6 ساعات وثلثه يعني 4 ساعات وطائفة من الذين معاك يعني في طائفة بتصلي نفس صلتك ما كان يصلي جماعة لسا في ناس بقولك كان رسول صلى الله عليه وسلم واحد نايم عنده في البيت قومه طيب هو قاعد في بيته في غرفته بصحي مش أنا يصلي وحتى بصحي له يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وقول له كن أفضل على الأفضل فضل وستي أحبب بالله بصلاة الليل هاي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بصلي في بيته وقول لك إيش عالم والله يقدر الليل والنهار عالم أن لن تحصوه فتاة ما عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ما خلص ما تيسر ممكن تجد تسر متين صفحة مين صفحة صفحة أي هذا ما تيسر عالم أن سيكون منكم مرضى يعني في ناس يكونوا مرضى وأقرؤون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله يعني يبروهم يشتغلوا بشأن ترزبوا وأقرؤون يقاتلون في سبيل الله يعني بجهدوا فاقرؤوا ما تيسر من القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعلم أجرى واستغفروا الله إن الله رفور رحيم استغفروا الله لعلمك يوماته سورة الزوبر آية 9 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائبا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا للألباء يعني أمن هو قانت يعني قانت يعني هذا خالص حياته كلها لله سبحانه وتعالى للعبادين آناء الليل يعني كل الليل ساجدا يعني سجوده أكثر من قيامه ساجدا وقائبا يحذر الآخرة بدو شيش يعمل عمل في الآخرة يحاسب عليه والله ينتقم منه ويرجو رحمة ربه في الدنيا وفي الآخرة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يستويش إنما يتذكروا للألباء أحباب بالله الساعة كل السنة حتى سنة العيد كان رسول الله عليه وسلم يصليها بخارج المساجد إن تذهب على المسجد المطلوب لك تصلي الفرائض ولا تحجر بيتك وتخلي قبر عدم قضاءة القرآن وعدم الصلاوات وذكر الله مش عالي ولادك يتعلبوا أهلك يتعلبوا الدين والطقوة فتروح تقعد لي في المساجد لين النهار وتصلي 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 وتارك زوجتك ولادك لا بدون طعام ولا تعليم ولا تفكر ويطلع ولادك خمر بالشوارع بتقول أنت ساعتهم وساعت الشيطان عليه حبيبي وتروح تصلي صلاة الفرائض وتصلي الفرض وترجع وتصلي السنة في بيتك أو تصلي السنة في بيتك وتروح تصلي الفرض هذا الإنسان اللي ما بده الناس يلاحظوا عليه أعماله بشان يكون تقوى في قلبه وعملوا بينه بين رب العالمين مش يقولوا عنه هذا الإنسان ما بتقول مهال وطول ينهاره في المساجد ويقوله منافق اللهم اجعلنا نستمع ونقال في التمويل الأحسن أستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر